أكدت جمعية معهد تضامن النساء الأردنية أن مشكلة العنف والعنف الأسري تحديدا تعصف بكامل كيان أسر وأفرادها وتترك أثارها الثقيلة على مستقبلهم تضامن شددت خلال ندوة حوارية بعنوان جرائم القتل الأسرية في الأردن عام 2023 إلى أين شددت على ضرورة تبني خطة وطنية للحد من دائرة العنف خاصة ضد المرأة بالإضافة إلى تنفيذ سلطة القانون وسيادته وبحسب الجمعية شهد النصف الأول من هذا العام ارتفاعا كبيرا في جرائم القتل الأسرية مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي إذ سجلت 15 جريمة قتل أسرية راح ضحيتها 16 شخصا بالنسبة الزيادة 120% وهذا رقم غير مسبوق ومرعب الحلقة النقاشية هي عم بتناقش طبيعة الإجراءات اللي لازم يتم اتخاذها من قبل كل الجهات وطبيعة الأدوار بما معنى ليس فقط من روح على الجانب العقابي الجانب له العلاقة بالقانون إنما هي في مختلف المؤسسات بما في منظمات المجتمع المدني هي معنية بالوقوف في وجه هذه المشكلة اللي هي شكلت سابقة على السنوات الأخيرة فيما يتعلق بالتنامي الخطير في جرائم العنف قوة موسيقى موسيقى